أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان كثير من الناس اللي عم بتمر في ظروف صعبة قاهرة وكثير من الناس اللي بتعاني من مكايد إبليس من مكايد الشر وحطت العنوان احمينا من مكايد الناس وأيضاً احمينا من مكايد الشيطان احمينا من مكايد الناس خلينا أقرأ مزمور 31 آية 19 و20 ما أعظم جودك الذي ذخرته لخائفيك وفعلته للمتاكلين عليك تجاه بني البشر تسترهم بستر وجهك من مكايد الناس تخفيهم في مظلة من مخاصمة الألسن ربنا يحمينا من الألسن السلبية من مكايد الناس ومن الكلام الشرير الكلام العاطل الكلام اللي بيتكلموه على كتير من الناس ظلماً بدون رحمة بقساوة مكايد عارف في ناس مكيودة يعني المشكلة أو الغلطة ممكن تتصلح لكن الأصعب إنك تتعامل مع الشخص النكد النكد هو بقود للمكايد والمكايد فيها تدبيرات ومؤامرات وكلام سلبي وكلام عارف الموضوع اللي أنا بحكي جملة عشان أنت تترجمها عن الشخص الآخر تأخذ فكرة سلبية بدون أحكي مباشرة وهذا النوع أصعب من الأنواع كلام الملق كلام اللي بيبين يعني شفته أو لسانه أنعم من الزبدة لكن بالحقيقة كلامه مدمر محطم هذا الكلام اللي بيقود لخراب وضمار فهون الدؤود عم بيصلي بيصلي للرب بيقول له عليك توكلت لا تدعني أخذ مدى الدهر بعدلك نجيني أمل إلي أذنك سريعا أنقذني كن لي صخرة حصن بيت ملجأ لتخليصي ارحمني يا رب لأني في ضيق خسفت من الغم عيني نفسي وبطني يعني تسببت آلام نفسي زائد آلام جسدية لأن حياتي قد فنيت بالحزن وسنيني بالتنهد صعب المكايد والمكايد من أقرب الناس بقول له نجيني من أعدائي ومن الذين يطردونني أنر بوجهك على عبدك خلصني برحمتك بعدين بقول يعني تسترهم بستر وجهك من مكايد الناس يعني ببساطة في هذا المزمور الله هو الذي يحامي الله هو الذي يدافع عن الإنسان فرضا أنه في ناس عم بتتكلم عليه بالسوء وأنا معرفهم مش في ناس بتتكلم كلمات لعني في ناس بتتكلم كلمات عدم البركة وفي ناس بتتكلم بمثبات وشتائم حتى أنا مش عارفهم وعم بيعملوا فتن ومكائد وبيحاولوا يحطموا الصيت والسمعة وبيتكلموا يعني بيرموا أي كلام حتى يدمروا شخصية أو هوية الإنسان طبعا إحنا ما بنعرف وفي ناس اللي عقل صغير ممكن يصدقوا كل شيء ولكن من ناحية تانية اللي عاوز أقوله أنه الله هو الذي يدافع الله هو الذي يحامي إذا في ناس عم تعمل مؤامرات ومكايد ضدك ثق في صلاح الله ثق في نعمة الله مش رح تستنى أنك ترد على كل واحد لأنه كثيرة الأعداء وعندهم أسليب كل أنواع الأسليب اللي بيستخدموها ضدك لكن الشخص اللي بيلعن أنت بتأخذ بركة وانت مش شاعر لكن اللعنة بترجع على الشخص اللي بيلعن والشخص اللي بيحفر حفرة هو اللي رح يسقط فيها والشخص المتملق بالكلام هو اللي رح يكتشف والشخص اللي يثير السمعة أو السوء أو أي شيء رح يرتد عليه انت ارتاح في الرب الله هو اللي بيحميك الله هو اللي بيدافع عنك الله هو اللي بيسترك بخيمته بخيمته تحت مظلته تحت جناحيه طبعاً احنا بنستخدم لغة بشرية للتعبير عن الله الغير محدود لأنه حاشا أنه نشبه الله بأي تشبيه لكن لغة حتى نبسط الأمور نفهمها الله بيحمينا الله بيحافظ علينا الله بنجينا الله بيفضح الظلمة الله بيكشف المؤامرات الله بيدافع عننا من خلال أو من هجمات مكائد الناس لكن في مكائد من نوع آخر اللي هي مكائد الشيطان في أفسوس إصحاح 6 في آية 10 بقول أخيراً يا إخوتي تقوّوا في الرب وفي شدة قوته إلبسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكائد إبليس يعني إذا كان في الفئة الأولى من الناس الله هو اللي بيحامي عنا لأنه نحن لا نعرف ما يفعل بالمجهول أو بالمخفى أو بالظلام الله هو اللي كفيل أنه يحمينا ويدافع عنا لكن هون في مكائد إبليس مثل ما قال داود يعلم يدي القتال وأصابع الحرب منتدرب على الحرب الروحية حتى نعرف عدونا ونهاجموا بقوة السلاح الكامل السلاح الله الكامل اللي موجود في أفسوس إصحاح 6 بقول فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر من أجناد الشر الروحية في السمويات من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير في يوم اللي بسموه يوم الشرير اللي جهنم بتفتح فاها بهذا اليوم كل إشي بصير غلط وبتحل كل المصائب وكل المشاكل أثبت في الرب استخدم سلاح الرب وتشدد بقوة الرب وهاجم إبليس بسلاح الروح بسلاح الكلمة والصلاة بالروح القدس المكايد لابد أن تحدث مكايد الناس الله كفيل أنه يحمينا منها مكايد إبليس إحنا من حارب إبليس في اسم الرب يسوع المسيح نخضع ونستأسر كل فكر إلى طاعة المسيح ونهدم كل الحصون اللي تبنت على أذهاننا ومنصلي في اسم الرب يسوع أنه يكسر كل الحواجز كما وعد الرب يسوع أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها هل عم تشعر في مكايد ضدك حتى من أقرب الناس الرب يحميك في هذا اليوم الرب يظل لك الرب يخبيك أسرع وأجمل مكان تختبئ في جراحات المسيح لا تهرب من الرب اهرب إلى الرب تعال والتجئ للرب هو المدافع وهو الحامي إذا أنت لسه ما سلمت حياتك للمسيح قل له يا رب أنا جاي لعندك ما إلي أي إنسان فقط أملي في كل شيء لكن رجائي فيك احميني من كل المكايد مكايد الإنسان ومكايد إبليس في اسم الرب يسوع المسيح له كل المجد آمين إذا أعجبك من فضلك حط لايك واعمل شير حتى أكبر عدد ممكن يستفيد من هذه الخدمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر